طب عموما من خلال المتابعة للدراما التركية هل حينما أتيت إلى تركيا رصدت بالفعل بأن الواقع مشابه بعض الشيء للأعمال الدرامية أم أن الواقع مختلف لأنه حتى أحد أسباب تشجيع السياح على القدوم لتركيا كان هو الأعمال الدرامية الناجحة التي تنتجها الدولة التركية فالأمر بالنسبة لحضرتك كيف كان؟ لا هو فيه اختلاف طبعا في العصر اللي بيتصور فيه مسلسل أرتغرل والعصر اللي احنا عايشينه الآن احنا الآن في القرن العشرين ومسلسل أرتغرل يعني مسلسل عن أجدادنا منذ مئات السنين ففيه طبعا فارق كبير جدا بين هذا المناخ وهذا المناخ هذا الزمن وهذا الزمن لكن أكيد من ضمن الوجهات السياحية الآن في تركيا هو إن كثير من محبي هذا المسلسل كان يريد أن هو يروح يشوف قبر أرتغرل ويشوف الأماكن التي تصور فيها المسلسل فأصبحت وجهة سياحية وكذلك قبر السلطان عبد الحميد يعني آخر الخلفاء الدولة العثمانية فده يعني حصل حب زيادة في الحب عند المسلمين إنهم يشوفوا عايزين يشوفوا الأماكن وهؤلاء الأجداد يعني آخر خليفة المسلمين القائد أرتغرل والدولة العثمانية لما بتشوف أصوار دولة القسطنطنية ومحمد الفاتح دي كلها طبعا حاجات الحمد لله إحنا كنا مهتمين إن إحنا نشوف أثرها يعني على أرض تركيا طب الأتراك حينما تراهم في الأعمال الدرامية هل هم نفس الأتراك في الواقع الرهن أم إنه الأمر يعني مختلف بعض الشيء لا مختلف مختلف فيه إحنا طبعا إحنا خارجين إحنا تركيا من عشرين سنة فاتت إحنا كنا بنتكلم عن دولة كان شبه مطموص فيها المعالم الإسلامية يعني كما قلت إن كان حتى الأذان باللغة العربية لا يكاد يرفع كان فيه يعني تحدي صارخ للحجاب كان فيه تحدي صارخ للمعالم الإسلامية لكن الآن التحول الآن في عشرين سنة الحمد لله أنت رايح على المشهد اللي كلنا نتمنى ونتمنى للشعب الطرق اشتركوا في القناة